تنفيذا لتوجهات الملكية السمية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه قام صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم بزيرة لسلاح البحرية الملكية البحريني وذلك بمناسبة مغادرة سفينة مملكة البحرين الفرقاطة صبح البلاد للمشاركة في عملية إعادة الأمل ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ولدى وصول معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين كان في الاستقبال سعادة الفريق الركن ذياب بن صجر النعيم رئيس هيئة الأركان ومساعد رئيس هيئة الأركان والعميد الركن بحري الشيخ خليفة بن عبد الله الخليفة قائد سلاح البحرية الملكي البحريني وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وقد ألقى معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين كلمة بهذه المناسبة نقل خلالها تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلل عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى يده الله وأمنياته الصادقة بالتوفيق في إنجاز هذه المهمة التي تتشرف قوة دفاع البحرين بتنفيذها تعبيرا وتعزيزا للدفاع عن الشراية في اليمن الشقيقة وقال معاليه أنتم تعبرون عن الشجاعة والإقدام في ميادين الشرف والبطولة فأنتم نعم الرجال المخلصين لقيادتكم الرشيدة ووطنكم الغالي يذكر بأن سفينة مملكة البحرين الفرقاطة التابعة لسلاح البحرية الملكي البحريني قد شاركت في الكثير من المهام العسكرية الدولية لحفظ السلام وفي مكافحة القرصة ضمن قوة الواجب المشتركة 151 التي تنضوي تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر